الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد تكلمنا في المحاضرة في صباح هذا اليوم على أهمية دراسة التوحيد والشرك كما تكلمنا على القاعدة الأولى وفيها الحديث على أن مشرك الجاهلية كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض ولكنهم كانوا منحرفين في أبواب توحيد الألوهية وكانوا لا يقبلون الإنقياد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى ثم تكلمنا في القاعدة الثانية على أن مشركي الجاهلية اتخذوا الأولياء والصالحين والملائكة وغير ذلك معبودات لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وعبدوها أيضا لتكون شفيعة لهم عند الله سبحانه وتعالى إذن فهم يقرون بوجود الله وبأنه خالق السماوات والأرض ولكنهم لا يتوجهون له بالعبادة الآن نقرأ القاعدة الثالثة فمن يقرأها لنا؟ لا أنت قرأتها لا سرع من يقرأ لنا؟ تفضل يا أخي بسم الله قال المسنف رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فدليل الشمس حسبك أحسنت يا أخي أحسنت بارك الله فيك هذه المسألة قد تكلمنا عليها في الصباح وقلنا أن مشرك الجاهلية وباقي الأمم بعضهم رأى أن الملائكة هي أعظم المخلوقات فتوجهوا لها بالعبادة بعضهم رأى أن الشمس أعظم فتوجه لها بالعبادة بعضهم رأى أن الأولياء والصالحين أقرب فتوجهوا لهم بالعبادة بعضهم كان عنده اعتقاد في الأشجار بعضهم كان عنده اعتقاد في الأحجار وكل قوم يتوجهون بالعبادة إلى ما يشاءون يقول المصنف هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعض هؤلاء مشركون وكفار وبعضهم الآخر مسلمون الجواب لا كلهم مشركون إذن ليس هناك فرق بين أن تعبد حجارة أو شجرة أو ملائكة أو رسل أو أولياء أو صالحين أو أموات كل هؤلاء يدخلون في أنهم يفعلون الشرك إذن لا يستطيع إنسان يقول مثلا المشرك هو الذي يعبد الملائكة أما أنا فأعبد القبور عبادة الملائكة وعبادة القبور نفس الباب لا يستقي من يقول رجل المشرك هو الذي يعبد الأحجار أما أنا لا أعبد الأحجار أنا أعبد الأولياء والصالحين الحمد لله لا هذا أيضا شرك بالله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ذكر الدليل على أن هؤلاء جميعا حكمهم حكم الكفار والمشركين قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الله عز وجل أمر بقتال كل الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى سواء كانوا يعبدون الأشجار الأحجار غير ذلك أمر الله بقتالهم ولماذا أمر الله بقتالهم لأن المشركين كما تعرفون هم الذين بدأوا بقتال المسلمين وهم الذين بدأوا بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين بدأوا بإخراجه من بلاده من مكة وهم الذين منعوه وأصحابه من الحج وهم الذين تحالفوا مع اليهود لقتال المسلمين ولهذا أمر الله عز وجل أن يرد القتال بقتال وأن يقاتل المشركين هل قال له قاتل الذين يعبدون الملائكة فقط والباقين مسلمين لا وجب عليه أن يقاتل الجميع سواء كانوا يعبدون الملائكة الأحجار الأشجار وغير ذلك ثم سيذكر لنا المصنف الآن الأدلة على أن بعض الأقوام يعبدون الشمس بعضهم يعبدوا القمر وهكذا تفضل يا أخي أكمل فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إذن هذا الدليل واضح أن الله عز وجل نهى عن السجود إلى الشمس والقمر نعم أكمل ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون جميل هذه الآية فيها دليل على أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة والله عز وجل يوم القيامة يقول للملائكة هل هؤلاء كانوا يعبدونكم لأنهم كانوا يعتقدون في الملائكة فهم يقولون لله عز وجل بل كانوا يعبدون الجن ما معنى هذا يا إخوة؟ مشركوا الجاهلية كما قلت لكم كانوا يصنعون التماثيل والأصنام التي تذكرهم بالملائكة يعني مثلا جبريل له صنم شكله هكذا بأجنحة مثلا والملاك الآخر وهكذا عندما كانوا يذهبون لدعاء هذه الأصنام أحيانا كانوا يسمعون صوت يخاطبهم من جهة الأصنام هذا صوت من؟ صوت الشياطين التي تلبس على المشركين دينهم حتى يظنوا أنهم على الحق إذن الشيطان يتكلم كأن الصنم هو الذي يتحدث والذي يتحدث في الحقيقة هو الجن والشياطين وكذلك أحيانا قد يطلب المشرك من الصنم شيئا ثم يجد هذا الشيء من الذي يأتي بهذا الشيء؟ الشياطين والجن أيضا وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان إذن هؤلاء يظنون أنهم يعبدون الملائكة ولكن في الحقيقة هم يتوجهون بالعبادة إلى من؟ إلى الشياطين والجن لأن الشياطين يتلاعبون بهم بهذه الطريقة أكمل يا أخي هذا دليل واضح على أن هناك من الأقوام ومن الملل من توجهوا بالعبادة إلى الأنبياء مثل النصارى النصارى توجهوا بالعبادة إلى عيسى عليه السلام لأنهم كانوا يعتقدون في عقيدتهم الباطلة أن عيسى جزء منه بشر إنسان والجزء الآخر إله وكانوا يعتقدون كما تعرفون أن عيسى عليه السلام ابن الله سبحانه وتعالى وهذه عقيدة باطلة فتوجهوا بالعبادة له لأنهم يعتقدون أن فيه جزءا من ربنا سبحانه وتعالى المقصود من هذه الآية أن هناك أقوام توجهوا بالعبادة إلى نبي من الأنبياء والله عز وجل ذكر أن هذا كفر بالله وأن هذا شرك بالله أن تتوجه بالعبادة إلى نبي من باب أولى يا إخوة من يتوجه بالعبادة إلى الأولياء والصالحين والأموات هذا أيضا من الشرك بالله سبحانه وتعالى لأن الأنبياء أعظم درجة فإذا كان التوجه للنبي بالعبادة شرك من باب أولى أن يكون التوجه بالعبادة للأولياء والصالحين والأموات شرك أكبر أيضا تفضل يا أخي ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الدر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا يذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الضر والنفع كله بيد الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الصالحين والأولياء الذين يتوجه لهم بعض الناس بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع على سبيل المثال يا إخوة عندما يذهب رجل إلى القبر ويقول لصاحب القبر أرزقني الولد مثلا صاحب القبر هذا لو كانت لديه قدرة على أن نفع لنفع نفسه ولم يمت هو ميت إذا كان عنده قوة ما كان ليموت كان سيحافظ على حياته طيب مثلا يذهب رجل إلى واحد من أولياء والصالحين ويقول له إشفي مرضي طيب هذا الولي أو هذا الصالح إذا أراد الله عز وجل أن يصيبه بمرض هل يستطيع هذا الرجل أن يدفع هذا القضاء هل يستطيع أن يدفع هذا المرض لا يستطيع لأنه مخلوق ضعيف من باب أولى أنه لا يستطيع أن يساعدك أنت ويكشف عنك المرض طيب رجل ابتلاه الله بالفقر وكتب عليه أن يكون فقيرا هل يستطيع أن يكون غنيا بعد أن كتب الله علي أن يكون فقيرا لا يستطيع لأن الله كتب عليه ذلك من باب أولى هذا الرجل لا يستطيع أن يرزقك أنت المال إذن المخلوق يا إخوة الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يرد عن نفسه الضر إذا شاء الله أن ينزل به الضر ولا يستطيع أن يجرب لنفسه النفع إلا إذا شاء الله عز وجل أن يصيبه هذا النفع من باب أولى هو لا يستطيع أن يساعد غيره يرزق غيره لا يستطيع أن يرزقك الولد لا يستطيع أن يكشف عنك المرض هذه الأشياء كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد المخلوقين بقية؟ نعم ودنيل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن هدثاء عهد بكفر وللمشركين صدرة يعقفون عندها وينوتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن إنها السنن كُلْتُمْ وَالَّذِي نَبْسِي بِيَدِهِ كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها إلها كما لهم آلهاء ذكر المصنف الدليل على أن الأشجار والأحجار كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فذكر قوله تعالى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى إذن الجاهلية ومشركو الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام ومن أعظم الأصنام التي كانوا يعبدونها اللات والعزة ومناء اللات هذا يا إخوة كانت صخرة صخرة يسمونها اللات وكانوا يتوجهون لها بالعبادة لماذا؟ لماذا كانوا يتوجهون لها بالعبادة؟ كان هناك رجل كريم يجلس على هذه الصخرة وكان يجهز الطعام للحجاج الذين يحجون البيت الحرام وهذا الرجل كان يلت الطعام يلت الطعام يعني يطبخ الطعام ويجهز الطعام للحجاج فسمي باللات لأنه يلت الطعام يلت السويق فسمي هذا الرجل باللات معنى اللات أنه يجهز الطعام باختصار الناس لأن هذا الرجل كان صالحا صار عندهم اعتقاد فيه ولما مات بدأوا بعبادة الصخرة التي كان يجلس عليها وعرفت هذه الصخرة باسمه باللات وصارت هذه الصخرة إلها يعبد من دون الله سبحانه وتعالى واضح هذه القصة طيب اللات والعزة ما هي العزة؟ العزة ثلاث شجرات شجرة وشجرة وشجرة ثلاث شجرات في مكان واحد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الشجرات إذا أتيت إليها فإنها تحميك من الأعداء وإذا أتيت إليها فإنها قد تكشف عنك الضر وإذا أتيت إليها فإنها قد تجلب لك النفع كانوا يعتقدون هذا في هذه الأشجار إذن اللات صخرة والعزة أشجار إذن في قوله اللات دليل على أنهم كانوا يعبدون الأحجار والصخور والعزة دليل على عبادة الأشجار ثم قال ومنات الثالثة الأخرى منات هي أيضا صخرة كان الحجاج إذا ذهبوا إلى بيت الله الحرام تمنى على هذه الصخرة الدماء يعني كانوا يذبحون الهدي الأضحية على هذه الصخرة فكانت الدماء تمنى على الصخرة تمنى على الصخرة يعني تسيل على هذه الصخرة بعد ذلك تفضل يا أخي بعد ذلك اعتقد المشركون أن هذه الصخرة فيها بركة لأن الناس كانوا يصنعون عمال الخير عندها فبدأ المشركون أيضا بالتوجه لهذه الصخرة بالعبادة هكذا الشيطان إذا وسوس للإنسان وظل الناس يبدأون يتوجهون بالعبادة إلى الأشجار إلى الأحجار إلى غير ذلك ونبهكم يا إخوة الآن في هذا الزمان للأسف انتشر في بعض الدول الغربية وأيضا في بعض الدول المسلمة كثير من الشباب يعتقد في الأحجار وبعضهم يلبس السلسلة ويضع فيها حجر وبعضهم يلبس هنا قلادة ويضع فيها حجر وبعضهم في قدمه وبعض النساء تفعل هذا ويعتقدون أن الله أو أن الضر يدفع عنهم بهذه الأحجار هذا من نفس باب شرك الجاهلية الاعتقاد في الأحجار بل كنت مرة في دولة اسمها كوريا تعرفون كوريا وهناك التقيت برجل وهذا الرجل يحب إمرأة ويريد أن يتزوجها فجاء بحجرة صغيرة حجرة صغيرة وقال لي هذه الحجرة إذا وضعها في بيت هذه المرأة فإنها هي أيضا ستحبه وتتزوجه هكذا عنده عقيدة في هذه الحجرة هذا كله من جنس عقائد المشركين من نفس طريقة عقيدة المشركين أن تعتقد في الأحجار أنها تضر أو أنها تنفع ثم ذكر المصنف حديث أبي واقد الليثي كان بعض من هم قريب عهد بشرك يعني مسلمون جدد من الصحابة أسلموا حديثا ولم يكونوا يعرفوا بعض التفاصيل العقدية ثم وجدوا شجرة تعرفوا باسم ذات أنواط كان المشركون يعلقون عليها الأسلحة ويظنون أنهم إذا علقوا الأسلحة عليها ثم خرجوا للحرب فإن الله سينصرهم لأنهم علقوا الأسلحة على هذه الشجرة إذن كانت عندهم عقيدة في هذه الشجرة الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أسلموا حديثا قالوا له يا رسول الله لماذا لا يكون نحن أيضا عندنا شجرة نضع عليها هذه الأسلحة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عبادة للشجرة عندما تعتقد أن الشجرة تضر وتنفع وتعلق قلبك بها وتتوجه لها بالخضوع والتذلل هذا هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى هذا يكون عبادة للشجرة ولهذا قال لهم كلامكم هذا مثل قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إذن الذي يعتقد في الأشجار ويتوجه لها بالعبادة ويتعلق قلبه بها هذا اتخذها إلها إذا تعلقت بالأحجار اتخذتها إلها بالملائكة بالأنبياء بالصالحين بالأموات أي شيء تتعلق به تخضع له تحبه تخاف منه ترجوه تدعوه ليدفع عنك الضر تدعوه ليجلب لك النفع هذا كله يدخل في عبادة غير الله سبحانه وتعالى طيب من يقرأ القاعدة الرابعة تفضل يا أخي أعطيه يا الميك جزاك الله خيرا ما اسمك محمد قراءتك جيدة يا محمد بارك الله فيك تفضل يا أخي ثم قال محسن فارحمكم الله القاعدة الرابعة أن المشركين الزمانين أغلادوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرحاء ويصحون في شدة ومشركون الزمان نشرقهم دائم في الرحاء وشدة ودللك الله تعالى فإذا رقيبوا في الملق دعوا اللهم محيصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون إذا هم يشركون إذا هم يشركون جميل يا أخي ما اسمك؟ اللي في مستوى كم؟ أول أول أحسنت بارك الله فيك قراءتك جيدة يا أخي ذكر المصنف في القاعدة الرابعة مسألة هامة وهي أن الذين يشركون بالأموات وبالأولياء والصالحين والقبور في هذا الزمان إذا كانوا في رخاء يعني كانوا في سعادة يتوجهون للأموات بالدعاء وإذا كانوا في شدة كان ينزل بهم المرض أو ينزل بهم الفقر أو غير ذلك من المصائب أيضا يتوجهون بالدعاء للأموات والقبور أما مشرك الجاهلية قديما كانوا أفضل من هؤلاء لماذا؟ إذا كانوا في سعادة ورخاء وكل شيء تمام كانوا يتوجهون بالدعاء إلى معبوداتهم مثل الأحجار الأشجار الملائكة الأصنام فإذا نزلت بهم مصيبة القلب يستيقظ ويتوجه إلى الله وحده ولهذا ذكر الله إذا كنتم في الفلك يعني خرجتم في سفينة في البحر وبعدين رأوا الأمواج قوية والسفينة قد تنقلب بهم هنا ينقلبون موحدين يدعون الله وحده أن يخلصهم من هذه الشدة نحن بينا لكم يا إخوة أن مشرك الجاهلية يعرفون الله سبحانه وتعالى ولكن قلوبهم ميتة أحيانا إذا وقعوا في شدة ومصيبة هذه القلوب تحيا وتستيقظ وتذكر ربها سبحانه وتعالى أما مشرك هذه الأزمنة الذين يعبدون القبور سواء كانوا في سعادة أو في شقاوة كانوا في رخائنة أو في شدة في كل الأوقات يتوجهون بالعبادة إلى أصحاب القبور ولهذا يبين لنا المصنف أنه من هذه الجهة مشرك هذا الزمان أكبر شركا من مشرك الأزمنة المتقدمة هذه القواعد يا إخوة هي قواعد مختصرة ولكن فيها نفع عظيم ومن استطاع أن يفهم هذه القواعد فهما جيدا يستطيع بسهولة أن يرد على شبهات المخالفين للإسلام الصحيح مثلا إذا جاء رجل قال لك لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله إذا اعتقدت أن الله هو الخالق خلاص أنت مسلم يكفيك هذا أما بعد ذلك إذا عبدت القبور عبدت أي شيء هذا لا إشكال فيه هنا نقول له هذا الكلام هو نفس عقيدة مشرك الجاهلية هم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق ممكن بعض العامة من الجهال يقول لك الشرك هو أن تتوجه بالعبادة إلى صنم ضروري تسجد لصنم وإلا خلاص ما تكون مشرك هنا نقول له من قال لك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام فقط كانوا يعبدون أصنام وأحجار وأشجار وملائكة وأنبياء وصالحين أحيانا بعض العوام لأنه يشاهد التلفاز كثيرا ويأخذ دينه من التلفاز نحن تعودنا ونحن صغار عندما نرى الأفلام التي تتحدث عن المشركين دائما يظهروهم لنا على أنهم يعبدون الأصنام فقط تماثيل فقط هكذا في الأفلام فبعض العوام يقول إذا أنت تعبد الصنم هذا شرك أما أنك تدعو وتعبد الأولياء والصالحين هذا ليس شرك الجواب لا قديما لم يكنوا يعبدون الأصنام فقط كانوا يعبدون الشمس كانوا يعبدون الأنبياء كعيسى كانوا يعبدون الملائكة كانوا يعبدون القمر الحجر الشجر كانوا يعبدون أي شيء مثل الآن في الهند يعبدون القرود يعبدون الفئران يعبدون الصراصير يعبدون كل شيء في الهند اليوم إذن عبادة غير الله شرك سواء كانت لصنم أو كانت لغير صنم سواء كانت لإنسان أو غير إنسان كلها من نفس الباب لأنه ليس هناك فرق الآن الذي يصلي للقبر هذا قبر ميت عندما أنت تقف أمامه بخضوع وتبكي وتتذلل ثم تدعوه ثم تسجد له هذا القبر يا إخوة إذا تركناه وحولناه إلى صنم جعلنا هذا القبر غيرنا شكله هو قبر نغير شكل القبر ونجعله صنم هل هذا يكون كفر بالله ولا لا عندما يقف واحد أمامه بخضوع ثم يسجد له ثم يدعوه يكون كفر ما هو الفرق طيب واحد حقه تمثال شكله صنم والثاني تمثاله شكله مربع وواحد عنده تمثال شكله دائرة كل واحد عنده شكل ولكن نفس الباب ليس هناك فرق بين هذا وهذا أو ذا المسألة الأخيرة التي أريد أن ننبه عليها يا إخوة وهي من أهمية بمكان المسلمون الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون وقد يكون لهم ورد من القرآن وقد يكون عندهم أخلاق جيدة وعندهم إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكنهم يعيشون في مجتمع جاهل ولم يتعلموا هذا الباب الذي تعلمناه نحن يعني هم يعرفون أن الشرك محرم ولكن يظنون أن الشرك هذا فقط أن تعبد التماثيل أو الملائكة أو كذا أما القبور لا يدخل في هذا الباب بعض الناس يظن هذا هؤلاء الجهال العمل الذي يفعلونه إذا كانوا يذهبون إلى القبور ويدعونها ويصلون لها هذا العمل نقول أنه شرك بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يلزم من هذا أن نقول أن الرجل المسلم الذي قام بهذا العمل ليس معنى هذا أننا نقول أنه كافر بل إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويؤمن بأركان الإيمان وغير ذلك ينبغي علينا أن نعلمه أولا هو مسلم عنده الشهادتين ولكن ينبغي علينا أن نصحح له إسلامه نصحح له عقيدته نعلمه نقول له يا أخي لا إله إلا الله معناها كذا وكذا وليس كما تظن أنت إذن الجاهل لا نقول للجهال أنت خلاص أنت مشرك أنت كافر أنت في النار أنت تقاتل لا ليس هكذا المسلم الجاهل ينبغي أن نعلمه أولا ما هي العقيدة الصحيحة ولهذا كثير من الإخوة يقول لي أنا أبي مبتلى بهذا الشيء جدي مبتلى بهذا الباب يذهب إلى القبور ويعبدها أمي مثلا في هذا الباب ماذا أفعل؟ نقول له هذا الأب وهذا الأم ينبغي عليك أن تبرها وأن ترحمها وأن تتعامل معها بأسلوب حسن وينبغي عليك أن تعلمها العقيدة الصحيحة وتبين لها أن هذا الباب باب خطير وإذا مت على هذا بعد أن تعلمتي وأصررت على هذا فإن عملك الصالح قد يحبط ولا يكون هناك فائدة لعبادتك بعد أن تتعلمي أنت وأنت جاهلة لا بأس ولكن بعد أن تتعلم العقيدة الصحيحة ثم تصر على الذهاب لهذه القبور فأنت مهدد بأن الله قد يحبط عملك وأن تكون من أهل النار مع المشركين هذا باب مهم جدا لأن بعض الإخوة عنده خلط في هذا الباب يظن عندما نقول أن هذه الأفعال من الشرك يظن أن كل من وقع فيها نقول أنه خرج من الإسلام هكذا مباشرة وهذا كلام خاطئ يا إخوة أي إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمن بالأركان الإسلام والإيمان فهذا إذا وقع فيه خلل عنده خطأ في فهم التوحيد ينبغي علينا أن نعلمه أولا كما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعلم مجتمعه وكما كان يعلم الجهان ولا يبادر أحد إلى الكلام على أن فلان وعلان من الناس ليسوا من أهل الإسلام وهناك مسألة أخرى يا إخوة متصلة بهذا الباب ينبغي على طالب العلم أن ينشغل بتعلم المسائل العلمية من جهة كونها علمية يعني تتعلم أن العمل الفلاني من الشرك والعمل الفلاني بدعة والعمل الفلاني فسق ولكن الانشغال بالحكم على الناس لا ينبغي لطلاب العلم هذا يترك للعلماء الكبار يعني تعرف أن عبادة القبور شرك ولكن هل هذا الرجل مشرك هذا يتركه للعلماء طلاب العلم لا ينبغي أن ينشغلوا بتنزيل الأوصاف على الناس هذا باب مهم جدا لأنه يقع فيه الخلل طالب العلم لا ينبغي أن ينشغل بأن هؤلاء مشركون وهؤلاء كفار وهؤلاء كذا لا أن تنشغل بدراسة المسائل العلمية وعلمها للناس التوجه للقبور من الشرك عبادة القبور شرك بالله أما أن تصف الناس بأوصاف خاصة المشركين أو الكفار وما شابه فهذا باب خطير جدا لا ينبغي لطالب العلم أن ينشغل ويشغل نفسه به واضح يا إخوة طيب هل عندكم أسئلة فيما تقدم من الدرس إذا عندكم أي سؤال نجيبه عليه سؤال هل يمكن أن تكون أن يلتوك فيما تقدم أهل عزكم الله عزكم الله أهل يا إخوة لديكم أسئلة إذا أكثر أي سؤال في الموضوع سأجيبه عليه الله عزكم الله طيب أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا ويجب عليكم أن تراجعوا هذا الدرس مراجعة جيدة وأن تنشروا هذا العلم بين الناس وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا